في عصيان آدم طبعاً يُقال إنه أُغري بالخُلْد أو بالملكية أن يكون ملكًا أو أن يكون خالدًا لا يأتي عليه الفساد والفناء أُغريا جميل طيب أُغريا بهذا على القول الراجح أن آدم عليه السلام نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى لأن الله أوحى إليه لأن الله أوحى إليه وظاهر الآيات أنه خُوطب لكن يبدو أن الذي خُوطب مباشرةً بغير ملك وهو ملك الوحي هو موسى في الظاهر لكن ليس فعية القرآن ما يفيد اختصار هذا على موسى منهم من كلم الله منهم من كلم الله قد يكون موسى وآدم أيضاً الله أعلم على كل حال هذه مسألة عقدية أخرى فآدم نبي من الأنبياء كيف يمكن أن يُغرى بهذا الشيء فيقع في المعصية والغلط هذا بحذ ذاته لا يقوى إنما يُضاف إليه طول العهد ليس كما يفهم بعض الناس للأسف وصرح به بعض المفسرين ونظن أن هذا أيضاً غالط أن الله تبارك وتعالى أخذ عليه العهد صباحاً فلم يأتي عليه العصر أي المساء إلا وقد وقع في المعصير هذا بعيد جداً من النبي عليه السلام من آدم وإنما نقول لبعد العهد طال عليه العهد في الجنة فحصل له نوع من الإلف حصل له نوع من التكيف وهذا يُرث ماذا؟ يُرث الملل والسآمة لكن انتبهوا بين مجدوجين هذا لا يصح ولا يستقيم إلا على قول وهو قول قال به جماعات أيضاً من العلماء والمحققين إلا على قول من قال هذه الجنة التي أخرج منها أبوانا ليست جنة الآخرة إنما جنة في الدنيا لأن جنة الآخرة محال أن تلحق فيها ساكنها السآمة والملالة لا يمل ولا يسأم ولو قد صح هذا لكان وعداً ضمنياً لنا أيها الإخوة ولا له من وعد أشبه بالوعيد بأننا سنسأم وسنمل ما فيها لا فيها لغوب ولا فيها حزن ولا فيها سأم ولا فيها لغو أيها الإخوة فهذا يرجح هذا يجوز أن يكون وصح أن يكون يسوغ أن يكون أحد مرجحات قول من قال هذه الجنة المذكورة هي جنة دنيوية وليست جنة الآخرة المسألة معروفة جداً طبعاً في كتب العقيدة حتى انتهى بعض كبار محققين كالإمام ابن قيم الجوزية إلى التوقف فيها بعد أن ذكر حججاً كثيراً لهؤلاء وقابلها بنظائر كثيرة للفريق المعاكس ثم توقب بعد ذلك شوف العلم هذا تواضع العالم علامة محقق كبير كتب صحائث كثيرة في المسألة صحائث كثيرة ليس وجهاً أو وجهين ثم قال بعد ذلك بكل تواضع رأيي أنا الله أعلم لا أدفي قد تكون جنة في الدنيا قد تكون جنة في الأخيرة لم يجزم لم يقطع القول وهذا من تواضع المحققين وهذا من تواضع العلماء أكرمنا لله وإياكم بتواضع المتعلمين على كل حال فهذا يلتأم بهذا القول ولا يلتأم بالقول الثاني أنها جنة أخروية جنة سموية والله تبارك وتعالى أعلم لحقه شيء من الملالة من السآم تكيف لم يعد يرى أن هذه الجنة يعني شيء بديع جداً جداً وبستاهل يلا نجرب شيئاً جديداً هيا نجرب لنأكل من هذه الشجرة ولعلنا ننال بعض هذا الوعد للأسف الإبليزي طيب ما الذي يدل على هذا في نفس السورة أيضاً شيء عجيب في الدنيا تبهوا موسى رجع إلى قومه غطبان أسفا على ماذا وماذا من عبادتهم للعجل بعد أن أجر الله على يديه من أجلهم ولأجلهم ما المعاجز ما تعلمون جميعاً حجع موسى إلى قومه غطبان أسفا قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وحداً حسنا أفطال عليكم العهد إذن عهد وموضوع طال عليهم العهد في السورة ذاتية قلت لك القرآن شيء عجيب والله العظيم والله شيء عجيب في السورة ذاتية إذن هنا عهد وهناك عهد ولقد عهدنا إلى آدم آدم حفظ العهد أم ضيع ونسي ضيع ونسي بني إسرائيل حفظوا العهد أم ضيعوا ونسوا ضيعوا ونسوا السبب في بني إسرائيل المصرح يعني مصرح به ما هو؟ قالهم أفطال عليكم العهد مع أنه ليس بالعهد الطويل ليس بالعهد الطويل لكنه هكذا طبيعة الإنسان كما قلت الضعيفة ربما أشهر أشهر إن طال ربما لم يكن بضع سين الله أعلم كل هذا تكلف أفطال عليكم العهد إذن هذا هو السبب طول العهد طول العهد لذلك قالها في الأنبياء بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون سبب الإعراض والكفر وبطر النعمة طول العهد تماما كما قص عز من قاص وحاكن علينا من نبأ أهل سبب لقد كان لسبب في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور حتى قال تبارك وتعالى قالوا ربنا باعد وفي قراءة باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم الله تبارك وتعالى طرق لهم طرقا سالكا ومناهج واضحة يسلون فيها في الأرض واجعلنا بينهم وبين القرى قرى الظاهرة شعلنا بينهم قرى الظاهرة وقدرنا فيها السير ما معنى قرى الظاهرة القرى متصلة لا يغادرون قرية أو مدينة حتى يأتوا على قرية أخرى وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الأمن من جهة إلى الأمن من جهة وإلى أمان الانقطاع لن تنقطع بك السبيل لذلك هم يحلون يقيلون يعني القيلولة يقيلون في مدينة أو قرية ويبيتون في أخرى فلم يكن مسافرهم أو لم يكن مسافرهم محتاجاً إلى حمل زاد أو ما يسافر هكذا مع بعض المال وركوبته ولا يحمل لا زاداً ولا ماء لماذا؟ قرى متصلة باستمرار أكل وثمار ونزل ربما أشياء أشبه بالفنادق والخانات الله أكبر نعمة عظيمة واجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير هذه عبارة في فهمي والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم معنى قدرنا فيها السير أيها الإخوة أنها مضبوطة عمرانياً بما لا يشق على المسافر بما لا يشق على المسافر وهو يعلم يسير وينتقل يعلم أنه مثلاً بعد نهار أو نصف نهار سيكون في قارية أخرى وهكذا وتقارب بشكل دقيق مهندسة يعني شيء عجيب قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين لم يعجبهم هذا لم يعجبوا الأمام والاتصال والعمران لم يعجبهم هذا أرادوا أن يعيشوا كما يعيش الناس المعرومون بعد بين أسفارنا ما هذا؟ لا نريد هذا هذا الإنسان الإنسان كفور كفور بالنعمة عوض أن يشكرها يكفر بها ويراها أشبه بالمحنة والنقمة لا نريد هذه النعمة أيضاً كحال بني إسرائيل من وسلوى تعلمون حكاية المن والسلوى لم يعجبهم هذا لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفوميها وعدسيها وبصلها تردون هذه الأشياء وموسى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير والباء تدخل على المبدل منه طبعاً تستبدلون الباء تدخل تدخل على المبدل منه هذه قاعدة نحوية بسيطة جداً جداً يخطئ فيها الآن على فكرة بلا يعني بلا تحيّف معظم الكاتبين والمتحدثين وجرّبوا هذا حين تقرأ والله أنا وجدت هذا معظم من يكتب يخطئ في هذا يدخل الباء على أيه؟ على البدل وليس على المبدل منه هذا خطأ خطأ فضيع ولي كبد مقروحة من يشتريها مني بغير ذات قروحي أباها عليّ الناس لا يشترونها ومن يشتري ذا علّة بصحيحي الباء دخلت على مين؟ على المبدل منه على حتى تتخلّ عنه أنت مش على البدل ومن يشتري ذا علّة هذا البدل بصحيحي المبدل منه هو الصحيح وليس الحكس على كل حال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إلى آخر الآية نفس الشيء وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزّقناهم كل ممزّق إن في ذلك الآيات لكل صبار شيء مخيف شيء مخيف موعظة في حق المجموعات في حق الأمم والشعوب وهي أيضاً بلا شك ومن بحراء موعظة في حق ماذا؟ الأفراد يعني إذا كانت أمماً إذا كانت هذه أمماً وشعوباً الله تبارك وتعالى أباد خضراءها هم طلبوا هذا لا تقول لي ظلم هذا ليس ظلم هذا هو العدل هم طلبوا هذا الله أعطاهما طلبوا هذا سيعطيهم حين كفروا وبعد أن كفروا بنعمته وبارزوه بالعصيان لم يروا له عليهم فضلاً ليشكروه لم يروا له عليهم نعمة يسترجحونها ليشكروها بل استخفوها فكفروها بماذا يجزيهم من جلس عملهم وأعطاهم ما طلبوا قال فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله لم تكفر بالله وتقول لا إله كفرت بالنعمة لا تريد هذه النعمة وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة وكنا نحن الوارثين تلك في النحل وهذه في القصص شيء حجيب هذه حال الأمم كحال الأفراد ما معنى بطرت معيشتها البطر فسر بمعنيين بالكبر التكبر تكبرت على النعمة وطبعاً لازم نفس الشيء ملزوم وإرادة لازمه الكبر أو التكبر فهو مجاز ملزوم ماذا يلزم منه أيها الأخوة الاستخفاف بما استكبرت عليه أو بمن استكبرت عليه استخب بالنعمة وما هذه النعمة لماذا النعمة هذه ما بتسوى يا رجل الأمن أنت تعيش في أمن ليس نعمة أي ليس نعمة ماء هواء طيب ورزق دار معيشة دار لا عادي هذا شيء عادي لا نريد عجيب هذا البطر وفعل بطرة فعل قاصر أي فعل لازم غير متعدن من باب فريحة فريحة يفرح بطرة يبطر بطراً فهو بطر يقال فلان أشر بطر بطراً ورئاء الناس أشر بطر وما أمطرت حتى أبطرت عن السماء الذي قال هذا يعلم طبيعة العباد في كفرهم النعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر لم يقل لظالم كفر ظلوم صيحة مبالغة كفر وليس بكافر فقط كثير الكفر للنعمة وربما يكفر النعمة الجليلة الظاهرة الجزيلة ومن هنا هو كفر لا يكفر صغار النعم بل يكفر أيضاً كبارها وجسائمها وعظائمها نعمة عظيمة كبيرة يكفرها أيضاً كما يكفر كثير من الناس نعمة الصحة وهي من أعظم النعم أليس كذلك؟ بعد نعمة الحياة والإيمان يكفر نعمة الصحة فيستخدم صحته وعافيته في ظلم الناس أو في معصية الله كفر كفر عجيب كفر عجيب غريب حقيقة يعني غريب عجيب والعياذ بالله إن الإنسان لظلوم كفار إذن فعل بطرة هذا فعل قاصر لازم لكن لماذا قال بطرة معيشتها أصبح متعدياً له مفعول معيشتها مفعول بها ليس كذلك؟ طب هو الفعل قاصر هذا باب من أبواب النحو احفظوه جيد جداً اسمه التضمين الفعل إذا ضمنا معنى فعل آخر وكان هذا الفعل آخر متعدياً يتعدى هذا الفعل قاصر على التضمين طب ماذا ضم من هذا الفعل القاصر اللازم بطرت معيشتها معنى كفرت كفرت معيشتها كفر فعل متعد وفعلاً هذا هو المعنى بطرت معيشتها أي كفرت نعمة هذا العيش الآن من الدار بطرت معيشتها فأهلكها الله طبعاً كم أهلكها؟ فتلك مزاكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة الآن المسألة وهي مدخل إلى موضوعنا أيها الإخوة لماذا؟ لماذا تفعل الشعوب والجماعات والأمم هذا؟ ولماذا يفعله الأفراد؟ ولماذا يفعله الأفراد؟ نوع من أنواع العمى والعمى وصف ووصف به الفرد ووصفت به الجماعات في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة ونفى الله أن يستوي الأعمى والبصير في مواضع كثيرة أيضاً من كتاب الله تبارك وتعالى وعتب الله وأنحى باللائم وبكت على أقوام لا يرون العاية التي فيها أفلم يروا أو لم يروا أفلا يرون كثيرة جداً في كتاب الله أريسك ذلك؟ كثيرة جداً يبحثوا عنها في المعجم المفهرس أو حتى في الجوجل آيات كثيرة يقول هؤلاء لا يرون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لا يرون عمي هؤلاء عمي العلم الحديث يا إخواني الأبحاث الدقيقة العلمية المختصة حتى التجريب منها لم تجد عبارة خيراً أو كلمة خيراً أو لفظة خيراً من لفظة العمى تسمي هذا العمى blindness تسموه العمى العمى الإدراكي والعمى اللا إدراكي وعمى التغيير وعمى التحيز أنواع من العمى أنواع من العمى نحن نتحدث في هذا